عنابة واحدة من أقدم وأجمل المدن الجزائرية تتميز بتاريخها الغني وساحلها الجميل الذي يجذب الزوار من مختلف أنحاء البلاد والعالم تعرف أيضاً باسم جوهرة الشرق أو بونا وتتمتع بتراث ثقافي وسياحي كبير لكن في السنوات الأخيرة اكتسبت سمعة سلبية باعتبارها واحدة من أخطر الولايات في الجزائر من حيث الجريمة والمخاطر الاجتماعية حيث سجلت خلال عام ٢٠٢٣ أحد عشر ألف وثلاثة وخمسون جريمة وهو رقم مرتفع مقارنة بالولايات الأخرى الجمال الطبيعي والتاريخ العريق تقع ولاية عنابة في أقصى الشمال الشرقي من الجزائر وتطل على البحر الأبيض المتوسط مما جعلها وجهة سياحية شهيرة كما أنها تعد مركزاً اقتصادياً مهماً حيث تحتوي على ميناء ضخم ومجمع الحديد والصلب الحجار وهو الأكبر في البلاد إلى جانب ذلك تتمتع عنابة بتاريخ طويل يعود إلى العهد الفينيقي والروماني حيث كانت تعرف باسم هيبون رغم تاريخها العريق وجمالها الطبيعي تعاني عنابة من ارتفاع معدلات الجريمة التي جعلت منها واحدة من الولايات الأكثر خطورة في الجزائر تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية مثل السرقة والاعتداءات المسلحة وتجارة المخدرات وحتى الجريمة المنظمة السرقة والاعتداءات تنتشر جرائم السرقة في العديد من أحياء عنابة حيث تستهدف اللصوص المنازل السيارات وحتى الأشخاص في الشوارع الاعتداءات الجسدية باستخدام الأسلحة البيضاء هي من بين أكثر الجرائم شيوعاً في الأحياء الشعبية مثل حي سيدي سالم وبوزعرورة تعد عن نابا معبراً مهماً لتجارة المخدرات حيث يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الميناء والمنافذ البحرية هذه التجارة غير المشروعة تؤدي إلى تفشي الإدمان بين الشباب وزيادة الجرائم المرتبطة بالمخدرات تشير بعض التقارير إلى نشاط عصابات الجريمة المنظمة في بعض أحياء عنابة حيث تنخرط في أنشطة مثل التهريب وغسل الأموال وتجارة السلاح هذه العصابات تزيد من تعقيد الوضع الأمني في الولاية أسباب ارتفاع الجريمة في عنابة تعزى الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات الجريمة في عنابة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة تعد البطالة والفقر وانتشار الأحياء الفقيرة أحد المحركات الرئيسية للعنف والجريمة كما أن الإهمال الحكومي وعدم وجود برامج تأهيلية للشباب أسهم في جعل الشباب عرضة للتجنيد في الأنشطة الإجرامية إضافة إلى ذلك تساهم الموقع الجغرافي للمدينة القريب من الحدود في جعلها مركزاً لتجارة التهريب غير القانونية سواء كانت مخدرات أو سلع أخرى تحديات الشرطة والقضاء رغم الجهود التي تبذلها قوات الأمن في عنابة لمكافحة الجريمة إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة عدد الجرائم المرتفع والقدرة المحدودة للقوات الأمنية تجعل من الصعب السيطرة على الوضع كما أن بعض التقارير تشير إلى الفساد وعدم فعالية النظام القضائي مما يسمح للمجرمين بالإفلات من العقاب في بعض الحالات الحلول المقترحة لمعالجة الوضع الأمني الخطير في عنابة يجب اتباع استراتيجية شاملة تشمل أولاً تعزيز قوات الأمن زيادة عدد الشرطة والدوريات في الأحياء الأكثر خطورة وضمان وجود عقوبات صارمة ضد الجريمة ثانياً تحسين الأوضاع الاقتصادية معالجة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة خاصة للشباب من خلال الاستثمار في البنية التحتية والسياحة ثالثاً توعية المجتمع إطلاق حملات توعية في المدارس والأحياء لزيادة الوعي حول مخاطر الجريمة والإدمان والعمل على تعزيز روح التعاون بين المواطنين وقوات الأمن رابعاً إعادة تأهيل الشباب تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للشباب المتورطين في الجريمة لمساعدتهم على الخروج من هذا الطريق وتحسين حياتهم إصلاح النظام القضائي لضمان معاقبة الجنات وعدم إفلاتهم من العدالة ولاية عنابة على الرغم من جمالها الطبيعي وتاريخها العريق تواجه تحديات جسيمة تجعلها واحدة من أخطر الولايات في الجزائر ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العصابات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية جعلت من هذه المدينة نقطة سوداء في خريطة الأمن الجزائري ولكن مع الجهود المتضافرة من الحكومة والمجتمع يمكن للولاية أن تستعيد مجدها وتعود إلى سابق عهدها كمدينة ساحلية مزدهرة وآمنة إخواني في الله أحتاج إلى عشر ثواني من وقتك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل صليت؟ جيد والآن قم بالاستغفار عشرة مرات الآن قد فزت بثواب ترجمة نانسي قنقر